السلام عليكم ورحمة الله وكل أربع سنين وإنتوا طيبين وأهلا بكم في برنامج هيا مونديال البرنامج الأسطوري اللي هتلاقي فيه كل حاجة تخص كأس العالم قطر 2022 بأحداثه، بتحليلاته، بحكاياته، بسلطاته في الأول أنا عارف أنك متضايق من كم النجوم اللي هيجيبه عن المونديال بسبب الإصابة أو عدم تأهل منتخبتك نفسي تنمعيهم بالطلاة، أقول لك إيه؟ غير الموضوع عشان أنا موضوع فأنا النهاردة جاي أقول لك ما تخافش ومهما حصل المونديال ولا إله، وهتنبسط، وهتنبسط وعشان كده هكلمك عن اللعيبة المنتظر تقلقهم في البطولة في حالة طاولة قدر الله مطصبوش أو مدربينهم قرروا يمارسوا هواية الحنكة القروية ويركنوهم طبعا مش هاجي من بيتنا عشان أقول لك كريستيانو وميسي ومجوم الصف الأول عشان دي بديهيات أنا هكلمك عن العيال الحديفة النص مشهورين أو اللي لسه مش مشهورين قوي بس بما أننا جبنا سيرة الدون فطبعا بعد مقابلته مع بيرس مورجن اللي قلبت الدنيا عيش وتقطع مع منشيستر يونايتو بعد ما طلع وقال كل حاجة جواه فأكيد رونالدو عنده كل الحواكز الممكنة عشان يكسر الدنيا ويقول أنا لسه موجود ويشجع الأندية الكبيرة على التعاقد معاه بعد انتهاء كاس العالم طبعا غير إن دي آخر مرة يقدر يحلم فيها برفع كاس العالم هو ومنافسه الليو ميسي ثاني أعظم لعب في التاريخ بعد الكابتن إبراهيم نوريدين طبعا تلينا نبدأ باللعيبة لشباب المعروفين وطبعا على رأسهم أفضل لعب شاب في العالم جابي نجمة برشلونة اللي عنده 18 سنة وصاحبه اللي جانبه في نصف الملعب بيدري جونزاليز الحقيقة إن الاثنين هما محور مشروع برشلونة ومنتخب أسبانيا مش بس في المستقبل هما بالفعل بقهم ركائز أساسيا بس الحقيقة برضو إن بيدري رغم موهبت الفزة إلا إنه لسه قلش تصريح لجريدة سبورت الأسبانية تسبب في غضب جامهيري كبير جدا ضده ليه؟ لإن البيبي يرشح البرازيل والأرجنتين للفز بالبطولة اللي هو يصدى انت شايفنا هم راسه قدامة فزة لكن عموما البطولة دي هتفرق في نسيرة جافي وبيدري وشخصيتهم لدرجة كبيرة جدا في حال تقلقوا وقدروا يصنع الفارق مع المتادور ندخل بقى على اللي بعده لعب برازيلي واسمر وسريع ومهاري ورجليه مضبوطة على الجون ما بيفكرش مرتين بسم الله ما شاء الله ده مش ده أنا قصدي على شطان منشاستر يونايتد الجديه صاحب اللي 22 سنة أنتوني وده راجع لأنه خبيك حواري ساوباولو البلد وقلبه ميت وممتع لدرجة الاستفزاز وكمان مفيد للفريق رافيان لياو صاحب الثلاثة وعشرين سنة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لمسلم اللي فات واللي لسه مجددش عقده مع إيسي مينا لغاية دلوقت ومتوقع انه هيمشي من الفريق بحال تقلقه مع البرتغال وكمان فرصته في المشاركة زادت بعد إصابة دي يجو جون وطبعاً العظيم فالفيردي أحد أهم أسباب فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا واللي قالوا انه سيجري من أجل قميس الريال لغاية ماري جليتن فيجر فتخيل بقى هيعمل ايه من أجل قميس بلده الأوروباية؟ وطبعاً زمينه الفرنسيين في ريال مدريد شاوميني وكامابينجا اللي بعد إصابة كانتي وبوكبة من شبه المؤكد انهم هيلعبوا بشكل أساسي ومش هيقفوا طريقهم غير لعنة باطل كاس العالم الإنجليزي جود بلينجهم لاعب وسط بروسيا دورتموند واللي عنده 19 سنة ومتوقع يلعب بشكل أساسي وبالفعل الصحف العالمية بتقول ان معركة التوقيع معاه اشتعلت بين ريال مدريد وليبربول كاس العالم هيحدد بنسبة كبيرة جداً هل فعلاً يستحق الدوجة دي كلها ولا لا؟ أنا بصراحة شايفه ان يستحق جداً لو انتخى بإنجلترا ما تكازلش كالعادة فبلينجهم هيكون من أهم أسلحة الفريق وده يودينا لزميله دورتموند المهاجم الألماني يوسوفا موكوكو صاحب السبعتاشر عام اللي سجل ست أهداف وصنع أربعة في الدوري والجناحي الهولندي ملن اللي رغم بدايته المحتزة للموسم لكن متوقع بسرعته ومهارته يلفت الأنظار مع الظوافين جمال موسيالا نجم بايرن ميوني خرائي اللي تشوفه تقول صانع ألعاب مقدرة لكن هو عيدوبك عندك 19 سنة من أول الموسم مسجل 12 هدف وصنع 10 أهداف ومتوقع ان هانز فلاك اللي ادي له الفرصة لللاعب مع الفريق الأول للبايرن أكيد هيدي له الفرصة ويقدمه للعالم في المونديا ونيجي بقى للأرجنتيني القادم بقوة واللي عايزك تركز معه كويس لاعب وسط بنفيكا البرتغالي انزو فرناندز اللي لسه واصل للفريق أول الموسم متوقع يكون له مستقبل قوي جدا لإنه لاعب وسط شامل بيلعب وسط مدافع بوكس تو بوكس وصنع ألعاب لو حبيت تقول زي ما انت عايز لاعب سريع قوي دفاعيا عنده رؤية ممتازة مهارة معقولة جدا مع تأكد غياب له سلسو احتمالات انه يظهر في المونديال بقت اقوى بشير جدا جانسون دايفل مهاجم كندا صاحب الـ 22 سنة واللي فاز مع نادي ليلد الدور الفرنسي وسجل معاهم 37 هدف في 90 مباراة والد نيماركي جيسبر لينترون صنع ألعاب فرانك فورت الألماني مسجل من أول الموسم 8 أهداف وصنع اثنين لعب مهاري وشيك في لعبه وحاجة تفتح النفس فيما عدا انه شبه توماس مولور بابتسامته الجميلة اللي مليانة كلاحة كروية كودي جاجبو مهاجم وجناح بي اس بي اين هوفن الهولندي واللي كان من ضمن أهداف مانشستر يونيتد في سوق الانتقالات اللي فاز لعب هاي اللي عنده 23 سنة نسجل 9 أهداف صنع 12 هدف و14 مطش بس متوقع انه في آخر الموسم هيكون مطلب جماهيري للأنبية الكبيرة فورا وبالنسبة للمدافعين في اسامة فيسر بس انا عايز اتركز مع الكرواتي كوسكو جافرديو زاهير ليبزيك والكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي اللي لاتت الأنظار لي بشدة خلصت حلقاتنا واكيد ما ذكرناش كل اللعيبة اللي منتظر انها تتعلق قلنا في الكومنتات توقعاتك مين اللعيبة اللي هنكسر الدنيا في المطولة واستنانا في حلقة ثانية من هيا مونديال على كل منصات موقع صد البلد وعلى هاشتاج هيا مونديال على فيسبوك سلام